سلطات الإسبانية لم تتوقف من تحذير المسافرين من عمليات السرقة بطرقات الإسبانية وحتى الجالية المغربية المتجهة إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية سنضروا على هذا الموضوع ونخليكم مع صور وفيديوهات كذلك سنضروا على العملية المرحبة والصفر الوزير الداخلية الإسباني راندي مارلاسكا يعني لدراسة عملية مرحبة 2024 سنضروا على الجديد وسنضروا على السرقة الجالية المغربية تحذيرات الجالية المغربية اليوم قلس في واحد القاوة نام مدينة تيطوان وقف علي وحسيد يعني كيتلاقونا بزاف ديال إخوان متابعين الأوفياء للقناة وكل واحد وكيتطرح المشكل دياله يعني الناس كتكون عندهم مشاكل سواء يعني في ديار المجر أو هنا في المغرب هاد سيد مثلا وهذا الشي يعني اللي بغي نحذر منه باش الجالية ما تحش هاد المواقف لصراحة خايبة وخايبة بزافة الخوت هاد سيد يعني من بعد نقول لكم المشكل دياله هاد سيد باش ردوا البالة الخوت فقط يعني هي تحذيرات كما كانت تحذر السلطات الإسبانية حنا كانت توصلوا بهاد الأخبار وكانوصلوها لكم الخوت كذلك يعني العملية ديال المرحبة أو العبور عبر يعني المعابر الحدودية ديال السبتاء ومليلية كيل جديد كذلك عبر الجزيرة الخضراء وعبر ميناء طنجة المدينة كان هاد رعلا طريفة يعني كيل جديد وهاد العام يعني هاد السنة يعني يتوقعون انه غادي يكون ارتفاع يعني كبير من السنة يعني السنة الماضية هاد العام غادي تدخل الجانية اكتر ولهذا هاد اللصوص مزربسين بابناء الجانية المغربية راه حتى هما مساعدين وهاد شي كتحذر منه السلطات الإسبانية الخوت عطيونا اللايكات ديالكم لا برد من اللايكات كتنسا والبرتاج مع الاهل والأحباب والأصدقاء وغادي نشوفوا آخر المستجدات فيما يتعلق بعمليات مرحبة اللي بدات عبر يعني غير في هاد الأيام الأخيرة ديال العيد عبر المعبر الحدودي ديال سبتاء دخلوا يعني فقط يوم السبت أربعالاف يعني سيارة اللي دخلات في الجديد حتى على المعبر حدودي ديال مليلية بنينصار وميناء طنجا المتوسط وميناء طنجا المدينة كذلك يعني الجانية اللي كتجي هنا المغرب حتى أنا في المغرب ردوا البال بالزاد هذه اللي غادي نعود لكم على هذا السيد والله حتى يبقى فيكم ألخوت ريكات ديالكم برتاج مع الاهل والأحباب والأصدقاء ونمشون نشوفوا تفاصيل اشتركوا في القناة حسب يعني ما عودونا بزاف ديال إخوة اللي دخلوا عبر المعبر الحدودي ديال سبتاء قل لك أودي الناس ديال سبتاء عملوا لهم يعني معبر خاص بهم الجالية المغربية يعني نفس الطريقة ولكن الطريقة يعني بواحد شكل سريع جدا يعني الناس اللي كانت تفكر كان ذاك تكارفيس وكنا يعني شاركنا معكم فيديوهات يعني كان الأخ كيرسلهمنا يعني من مدينة سبتاء وكنا كنصور لكم واحد مجموعات ديالفيديوهات كانت تكارفيس هذا العام يعني الناس المقيمة في مدينة سبتاء يعني هما كيقولنا بلي كين تحسينات كتير وكتير بزاف والعملية كتقوز يعني بطرق يعني جد سهل هذا فيما يتعلق ببنينصار وبي سبتاء المعبار الحدودي ديال السبتاء وهنا كولا يقارا دي بوين كيمبو ال أو منطو يعني ديال يعني الارتفاع بنسبة ديال السرقة ونخرج بكم مع بعض الصور باش شوفوا يعني هاد اللوصوص المنظر بسيم أمناء الجالية المغربية كيفاش كيسر قوعينا ما نحضركم وردوا البال بزاف من وقفوا في السبيرات يعني متربصين في القاسوينيرات في أماكن ديال السراحة في السبيرات ديال مثلا راح كون نعملنا واحد فيديو يعني ناس كيرسلونا هاد الحواج وحنا يعني الانسان غير ياخد حسياتات دياله يرد البال دياله ما يسهرش ما غادي وقع تشي حاجة انشاء الله فما كنقول لكم راح ما كيلا سرقة بالعون في السلاح الأبياضي يتعرضو طريق نو 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 وما بطرق فنية نغسنا نكونوا أدكية نكونوا مركزين ما نكونوا سايين وما يوقع نتشي حاجة الحمد لله وما راح كاين تينا تكون تنمى ويكون حداك وراء ما غاديشي تحليك باللي هو يعني شفار ولهذا الانسان يرد البال بزاف ما نخليوش يعني لأو بخيطوس بينين بحل يوقع لهذا السيد هذا اللي تلقيته اليوم هاد سيد مهنام مدينة تيطوان بل قيلة والنهار السيارة ولكن كي كل غلط منا شي بعض المرات يعني طوموبيل في الباب دياله كل كاميرا في طوموبيل كل كاميرات في الحاول ما هاد سيد هذا يعني نزلو سيدة خلات صغيلا عشان نقول لكم ما نخليوش او بخيطوس يعني بينين خلات صغيلا ويعني والوراق وكل شي ولكن هاد سيد خلق لي الجاجة شوية مهبطة وهذا اللي جاو السرق وقال لي شدته الكاميرا هاد سيد يعني عادي ده تشوفوه يعني بتجي لابا السيد كي طلب كي طلب وهبط داك الجاجة والضسك يعني اللي فيه الفلوس واحد ما بلغ ديالفلوس وهي الوثائق ديال إسبانيا الحمد لله عاود لها تسيد قلي باللي الوريق اللي ان و عنده ترخيطة ديالبرسيدنسيا الحمد لله لوليدة الدنيا عندهم الجنسية الإسبانية فما يكونش عنده مشكل كبير بشي، كبير وكبير بزاف الخدمة دياله الدراسة ديال الوليدات والعطلة الصيفية غادي تمشي وغادي بقومه الدطويلة ديال الشهور طالب الفيزا هذا واحد بالعادية الإجراءات يعني مخربقة ولهذا ردوا البل حتى هنا حتى هنا يعني ما نخليوش بخيتوش بيني ما نطيحوش مثلا يعني في هاد المشاكل من هاد النوع ردوا البلنا بزاف الخوط رركزوا بزاف الوريقات ديالنا فوصيدا عندنا يعني تار خطير رسيدينسيا مين نوصلوا يعني كنتمنا تبرتاجوا هاد فيديو والخوت مين نوصلوا نوصلوا معنا بيرمي كارندي كوندوسير ونوصلوا معنا مثلا الوريقات ديال السيارة أما الريسيدينسيا الخوط سيدا عندنا الريسيدينسيا ننزلوا في واحدة بلاسة آمنة ونشدوا عليهم ما عمرهم ابانه واشتراها من الخوت كنتمنا يعني توصلوا هاد الرسالة هالي يعني مين وصلوا للمكان ديالنا الوريقات ديالنا نسوقروهم حتى نكونوا ماشي مبحنة عاد نوزهم إلا أبرق ديال السيارة البيرمي والبطاقة الوطنية بيها نتحركوا أما الريسيدينسيا الديني الحويج بحالة ديالشان قوندولوا بي احنا بزنها يقراط ديال ديال إذا ما ضعت شتاح واش فاهمنا الخوت يعني هاتش اللي كيوقع هنا وما تتحش عليك في الباب ولكن عود الإنسان يخلي مثلا الساكي يخلي الجاجة مفتوحة هذا بحل بحل انتك تعيض عندك الشفار كتقول له آجرة واحد الفارسانة هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع ودفا رجعوا لعمليات مرحبة كما قلنا لكم باش ما نطولوا شعيكم بزاف ومرتحسنت فيما يتعلق بالمعبار الحدودي ديال سبتة ومليلية كذلك عبر ميناء طنجا كين تنظيم كين هذا إلى آخره ونشنا السفار ديال جراندي مارلسكا اللي سافر إلى الجزيرة الخضراء وكين تنسيق ما بين سلطات الإسبانية والمغربية فيما يتعلق بعمليات مرحبة عملية مرحبة 2024 وزير الداخل الإسباني يشيد بالتنسيق الممتاز مع المغرب وأشهد وزير الداخل الإسباني فراندو غراندي مارلسكا اليوم بالتنسيق الممتاز بين بلاده والمغرب في إطار عملية مرحبة 24 لتقبال مغاربة العالم وقال غراندي مارلسكا في تصريحات الصحافة الإسبانية خلال زيارته من جزيرة الخضراء أن المغرب إسبانيا وفر وسائل هامة وقام بتعبئة كافة موارد البشرية المعنية بهذه العملية لضمان حسن سيريا وأشر الوزير الإسباني إلى أن جميع الفرق التي تم التعبئة أجوال هذا الغرض تقوم بعمل ستنائي لضمان استمرار نجاح هذه العملية وكانت مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد أطلقت تحت الرئاسة العملية للملك محمد الساديس النسخة الرابعة وعشرين من عملية مرحبة لاستقبال مغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو الجاري إلى 15 شتنبر وفي هذا الإطار قامت مؤسسة بإطلاق عملية مرحبة بمختلف نقطة الاستقبال داخل المغرب وخارجه وبكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لمواكبة ومساعدة فرد جاليا تنقى رحلتين الوصول والعودة من وإلى المغرب باش ما نطوش عليكم بزاف يعني خلاصة هي هذه الخوط يعني كين تحسون كبير فيما يتعلق يعني بالمرور عبر المعابر الحدودية ديال السبتة وإمليلية كذلك الموضوع ديال السرقة في الطريق راح السلطات الإسبانية لم تتوقف يعني كل مرة كتذكرنا وكتحضرنا يعني من عمليات ديال السرقة في الطريق كذلك هنا الوريقات ديالنا يعني نشدوا عليهم تفهمنا منطوش عليكم بزاف ترون فرسكم صحة عيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته